ليل نازف اللطخ فجره بدم عراقي جديد لتستيقظ قرية البودور جنوب مركز محافظة صلاح الدين تكريت على توديع سبعة أفراد من عائلة واحدة طالتهم أياد عبثت وتعبثوا بأرواح الأبرياء على مدى فصول مسرح الملف الأمني الأهالي استنكروا عمليات الاغتيال هذه داعين إلى وضع حد لتكرارها اليوم محافظة صلاح الدين استيقظت على فاجعة وهي استشهاد سبعة من عائلة قتلوا في منزلهم للأسف هذه هي الأعمال تحدث نتيجة لضعف العمل الاستخباري فلو كان عمل حقيقي بالمنظومة الاستخبارية لما حصل مثل هذه الأعمال والتي تحصل بين فترة أخرى فنطالب الجهات المعنية والجهات المختصة أنه تعيد هيكلية المنظومة الاستخبارية وتعمل بجهود أعلى من سابقتها سبعة ينقتلون من بيت واحد فاجعة كبرى إذا تصبح محافظة صلاح الدين ما حدا يقالها حل نطالب رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية بإيجاد حل محافظة صلاح الدين هي التي تربط خمس محافظات وين القوات الأمنية الموجودة التي تمسك الأرض ما يراد من تكرار هذه الجرائم التي يدفع ثمنها الأبرياء من أبناء المحافظة استنكره شيوخ عشائرها الذين دعوا إلى تكثيف الجهد الأمني والاستخباراتي وبما يتناسب الطبيعة الجغرافية للمحافظة جريمة بشعة استشهاد سبعة من عائلة واحدة في محافظة صلاح الدين وباسم شيوخ صلاح الدين نناشد دولة رئيس الوزراء بزيادة الأعداد الأمنية الموجودة في صلاح الدين لأن مساحة صلاح الدين واسعة جدا وأن هذه الأعداد الموجودة حاليا لا تغطي هذه المساحة هذه تتكرر أكثر من مرة هذه أرادة منها هو تفكك اللحمة الوطنية الموجودة بالمحافظة وإثارة روح الفتنة وإعادة الأهالي للمربع الأول جريمة أخرى تشهدها محافظة صلاح الدين تطال مدنيين عزل الأمر الذي يتطلب من القوات الأمنية حماية الأهالي وإبعاد الخطر عنهم من صلاح الدين فراس الحسني التغيير